أين تغير ذلك؟ تنفوضي خوش أعطعه؟ أعطعه؟ لأعطعي أعطعي كيلو 21 أعطي 20 أعطي أن أقول يلا أنا مهانة دادين كمبيوتر إنجينير من البحرية معنا النهاردة جودي البروغرامرة على جمال دوتك البروغرامرة الفنانة المنورة اللي جاية النهاردة عيني سؤالين أنا جوديب سام عندي 15 سنة في مدرسة SLS والنهاردة جاية حل مع مهانة نهاردة جايني يحل سؤال سهل على سواء في السلسلة طب معلش ما نحل أنا عندي سؤال كده بيتكرر كتير بالنسبة للناس اللي في سنية وفي جيلي أو كده ودلت لاتم عشان الواحد يعني أو يحل في البرمجة أو كده لازم يعني يكون دحيح قوي بقى نجيبها متولي الخولي المفروض إنه هو هي ملهاش علاقة في الطبيعي دي حاجة ده اكتهاد شخصي من عند الواحد وممكن تبقى مستواك ميدل أو مستواك طالب عادي بس فهم كويس وبس هي مش بتتبند أو مش بتعتمد على إن أنا لازم أكون شاطر في كل المواد أو أبقى ضحيح يعني معنى صح أنا لما كنت صغير أنا كنت يعني عندي البرمجة بتاع المدرسة ما ذاكر في مواد كتير كنت أحبها فكنت أذكر عادي بس عندي جزء تاني لأنا كنت حابب دايما أتعلم الأساس اللي حنا نتعلمه دلوقتي عشان أبني حاجة كومبليكس قدام أو حاجة صعبة زي إيه يعني زي السؤال اللي فاتنا إحنا حلناه إحنا حلنا سؤال فات على الدوويل وصالت كان سهل جدا بس ده جزء من بروغرام أو بلوك من بروغرام موجود في فيسبوك موجود في الويندوز بتاعنا موجود في كل بروغرام فكان دايما عندي بشأن أتعلم الأساس بتاع الحاجة عشان أعرف ألعب بها قدام أو أعرف أعمل أي حاجة أنا عايز أعملها أي حاجة دي بإيه بتكنولوجي معينة تعلمتها هقدر أتعلمها بسرعة من خلال البيزيك اللي عندي الأساس لما كده كده عندي الأساس بتاع كومبيتر ساينس أو الأساس اللي هيخليني لما عوز أدخل في أي تكنولوجي أو في أي حاجة عايزة أنفزها هقدر أنفزها ما لهاش علاقة بمستوية كطالب مستوية دراسي عامل إزاي ممكن أبقى طالب مستوية مش كويس أو مستوية كويس وبس أبقى بسعى أو عندي passion نحية البروغرامنج وأن أنا أبقى كويس في البروغرامنج أنا نصيحتي عملا لأي حد أنه لازم يجرب يجرب ما يسمعش من كلام حد يعني مثلا ممكن حد يسمع أنه لأ عشان تعرف أنك ممكن مستوية دراسي ما يكونش كويس أو أحسن حاجة بس في نفس الوقت أنت حابب بالكودينج أو حابب تتعلم الحاجة اللي هتوصلك لحاجة تانية بعدين فالشغف بتاعك وأن أنت عايز تتعلم حاجة معينة ده مش هيقف قدامه أي حاجة فبس كده فيا الله بينا نبدأ نحل البرنامج بتاع النهاردة شفتح طيب هندخل أول على جنبال دوت تيك بعد كده ندخل على كورسيز ننزل تحت عامل لسن 11 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 أول حاجة لدينا المشكلة بتاعتنا فحنا محتاجين نعمل البروغرام لكي نحل المشكلة دي مفروض هنعرف بارغراف بارغراف تمام وانتي على ترجمي أوكي الله مي طيب في وقت فنش تهد التنوية قامة أو لا تنوية عامة تنوية عامة تنوية عامة تنوية عامة تنوية عامة تنوية عامة لا يمكن أن تقول أي حالة يعني كان قرب يمكنكسر زلارك طيب طيب فؤاد فنشد تنوية عامة في أجزام وانه يبحث عن عملياً كبيراً لتعلم البروغرام ثم قام بعمل قائل مع تقرير المشكلة لكل كبير طيب فؤاد زي أي شاب مصري نفسه يخش جامعة كبيرة قوي يعني عشان يدرس كمبيوتر ساينس فابتدى يعمل لست بالحاجات اللي هو محتاجة عشان يخش أي كلهم بس فالتاني طيب 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 هو مفروض يجيب أعلى أو 65% وأعلى أو 55% في الفيزياء وأعلى أو 50% في الكيمياء وفي المفروض يكون إما جايب 190 أو أو أكثر أو يكون في الماس والفيزيكس على بعض 140 أو أكثر ولو يعني عدى كل فإنت فرد و تقوله انه كده هيكش كوليت بضبط كده تم قبوله في الجامعة غير كده يعني مش هيفعي طيب بعد كده بتاعنا م أكبر من أو أقبل أكبر من أو أكبر من أو أكبر من أو and the third is C M & P & C هي Math & Physics & Chemistry ده الانبوت بتاعنا مفروض البروغرام ندخله ندخله القيم بتاع الـ والانبوت بتاعنا مفروض النتيجة بتاعتنا مبروك فؤاد خليك في جامعة مصر حاجة و برضه مش بحشة يبقى فؤاد طالب سنوية عامة لسه نخلص و عايز يخش جامعة في انجلترا فالجامعة دي لها مقاييس معينة المفروض في الماث و الفيزيكس والكامستري يكون جايب في كل ماده منهم رقم معين والمفروض يكون التوتل بتاعه رقم معين فعايزين نشوف هل هينفع فؤاد يخش الجامعة دي ولا لا يلا بينا اول حاجة احنا محتاجين عندنا الـ M & P & C احنا محتاجين ان احنا ناخد سكور الماث و سكور الفيزيكس و سكور الكامستري فنبدأ بقى ازاي نعرف هم دي ارقام اه بس مش ممكن تبقى كسور ممكن تبقى كسور فممكن بدلا من نعمل انتجر نعمل ايه نعملها فلوت ماشي فلوت M & P & C كيف عندنا فيزيكس وماث و كامستري حلو احنا محتاجين ان هو يدخل كل درجة انا مسكن نعمل فلوت F كده نقوله ايه اه بليز انتر ايه بقى math grade تمام طيب كده يدخل الماث نخلين نقول ايه احنا عندنا ثلاث مواد فخليني نقول بعدها سكان F %F %F ايه بقى الماث حلو طيب هتجين برضو ايه نقول له نفس الموضوع واحدة الـ physics و واحدة الـ chemistry واحدة في الـ هنقول له هنا بقى ايه اه physics تمام هنا ايه الـ chemistry طيب size مجاربة اسمه variable تبقى ذي P P و C طيب احنا كده ايه اللي عملناه احنا كده حجزنا ثريا variables نعمل فلوت مشان احنا اكيد تكون يبقى جايب مثلا خمسة اربعين ونص مثلا ممكن يبقى عشرة ونص عشرة و .4 .3 فاحنا محتاجين نحسب الجايزة بتاعته بالفلوت وبعد كده اه عملنا سكان عملنا ستور لكل variable من خدم اليوزر MOPC MOPC طيب نرجع تاني السؤال طيب احنا نيجي بقى نبص احنا كده يعتبر نص السؤال خلص احنا كده حجزنا طيب هنا بيقول بقى في الـ conditions احنا محتاجين more than or equal 55 in physics طيب قبل ما نخشه في مرحلة الـ F نعمل variable الرابع اللي هو total بالزبط و variable للماث والفيزيكس حلو يبقى نعمل ايه؟ كده نعملهم فلوت طيب هنعمل الماث والفيزيكس ممكن يسميه MP مثلا ماشي واحد total و 1 total طيب طيب ايذ اسرع من ايذ طيب كان عندنا الـ موهنش وهم equal A طيب نول بقى هم equal A ازاي؟ نكتب MP equal A بقى M plus P نس M plus L P طيب حلو والتوتل equal M plus P plus C M plus P plus C بنفرقهم كده بس كده طيب حلو حكنا معنا ال M P والتوتل ال M P اللي هي الماث والفيزكس طيب بعد كده ندخل في ال EF عندنا في ال EF اول حاجة خالص الماث الماث لازم يكون اكبر من او equal 65 حلو يبقى EF نعملها كده تحت السنة كده M اكبر من او equal 65 طيب بعديها عندنا ايه 65 و 55 physics و 50 chemistry حلو يعني F بقى لو جاب اكتر من 65 F بقى لو جاب اكتر من كم بقى في الفيزكس 55 طيب يبقى F لو الفيزكس اكبر من او equal كم 55 ممكن نعملها كده 55 صح طيب F برضو احنا مفروض عندنا ايه تاني chemistry chemistry اكبر من او equal 50 تقريبا 50 اظن اه 50 بس طيب وبعدين بقى total total بقى بتاعنا يكون اكبر من 190 اكبر من او equal تقريبا 190 اه موردنور equal 190 يامة الماث لفيزكس اللي هي ال M P تكون اكبر من 140 حلو يامة دي المفروض اه يده يامة دك طيب المفروض بقى نعملها ازاي اور سهلا سهلا انا عايز اجواء تشويق اي انتراكشن نعمل ايه اور يا عم خلصت ده ساله سهلا تتستامل الا ام اذا اطلق هنعملها ازاي با المشكلة اللي باقوش عددها هنعملها باي با طيب او كي طيب كده total اكبر من او equal 190 واكيد اور عشان احنا احنا عايزين ده ده اللي هو اور ايه با M P اكبر من 140 اه M P اكبر من ال 140 M P اكبر من او equal م P اكبر من ال 140 حلو ايه المفروض يحصل بعد كده لو حصل كل ده يبقى printf فؤاد is approved حلو ماشي يبقى فؤاد فؤاد is approved حلو خلينا بقى خلينا دلوقتي بدلا من موقع الناس تتلقبط بس الناس عارفة concept ان اي حاجة تحتها line بتكمل بعضها عادي فاحنا ممكن نعمل براكتز عشان محدش برضو يتخض كده يقول ايه ده ايه اللي بيحصل فايه ممكن نعملها براكتز كده مش كده تبقى افضل يعني شوية تحس انك موضوع مريح اللايين افضل اه فعلم فايه بس ايه عادي لو عملنا من غير براكتز طيب دلوقتي المفروض هنعمل دي ايه كباها براكتز كده طيب خلاص طيب اه كده بقت ده في براكتز لوحدها ودي في براكتز لوحدها طيب مشي نزبط كده الدنيا بس طيب اول حاجة لو اكبر من خمسة وستين وبعد كده لو اكبر من الخمسة وخمسين طيب حلو اه برضو دي مش مقفولة مش مقفولة تقريبا ولا مقفولة ايه مقفولة طيب انا عايز بقى اعمل الس هعمل الس لكل واحدة فانا هاجي هنا عندي دي لو الس لو دي محصلتش يبقى ايه اا هقول له ايه فؤاد ايز تمام طيب حلو جدا طيب وعندي هنا الالس بتاعت البلوك ده تمام لو هي لو ايه فريد دخلي اقل من خمسين فانا هقول له ايه ناخد نفس الجملة تاني اهي هنعمل لها كوبي بس تمام طيب عندي بلوك دي مشي اكبر من خمسة وخمسين فهو لو اصلا من الاول دخلي بي اقل من خمسة وخمسين ده مش معي في كونداشة ايوه مش هيكمل بعد كده هقول له ايه هقول له ايه هقول له ايه ايه يعني ايه ه nuovo هنا مش هيطبعها اكتر من مرة هي مرة واحدة بس لان لو ا Як طبعها مرة وخلاص جدا خلصت مانا فيkeep بالزبط. فهنعمل else اخر واحدة خالص. لو خدتوا بالكم ان احنا عملنا else مع print if نفس ال line. طالما هو line واحد بس يعني مش هيبقى في كزا line. فعادي انها تبقى في نفس ال line. لكن لو هتبقى في كزا line ممكن احنا ندخلها نعملها. لان هي لها تأثير على سطر واحد بس. السطر اللي بعد كده بيبقى كده كده هيتعمل يعني مش تزين بالcondition. بالزبط. فكده احنا ممكن نعتبر ان هو ايه? هي print امتى ان هو for add is approved. احنا كده صعبنا اكتر. احنا كده ممكن نعمل spaces كده. خليه الموضوع منظم اكتر من كده عشان. بش complicated فهمت حزنك في عميه كده هيبقى منظم شوية. طيب كده امتى في وقت هيبقى approved لو ال condition ده تحقق بس. تمام? التوتر يبقى اكبر من 190 او ال mp يبقى اكبر من 140. طيب ما تيجي نكشكش الكوب نعملها بالقامة. نجرب الاول بديه مثلا لو تلاحقك غلط او كده. طيب. يلايا نlordsحبين بديه مثلا. هل مش عايزين اه ينجح او يسوقهم. احنا عايزين اذا ان ينجح. نعمل الكيس على جنب. امه اول مرة خالص ينجح. هو اصلا التوتل من كام؟ التوتل؟ ما قال ليه شخص مش مهم ما عندنا لان احنا ما عندنا لاش برسنتر اه بزبط طبعا خليه يجيب 75 75 في الماث طيب يبقى الماث بتاعنا 75 طيب الامة 75 وبعدين البي نفوض ان يتكون اعلى من 55 خليه يجيب 60 60 اهم حاجة مجموعهم يعدي 190 او طيب والكيمستري كيمستري يجيب 50 ويمكن يجيب 80 نجرب بقى الماث 75 60 قبل ما ندخل 80 احنا متوقعين ان هو هيبقى يسقط او الهنجح هو هنجح 80 فكده الاسكور بتاعنا التوتل تلع اكبر من 190 بقيد الحمدلله يدخل جمعات احليمه اللي بقى نهد احليمه دلوقتي نعم الواحدة بقى قل اه بزبط في اما جاب اكتر من 190 ياما الماث والفيزيكس والفيزيكس الاثنين اكبر من 140 طيب حلو جدا عايزين نعمل ايه؟ نهد احليمه ما ندخلوش كله نهد احليمه ما ندخلوش كله طيب نعمل تست كيس تانية هنا على الجنب نقول ايه مثلا نشال ليه مثلا مجايب في الماث 40 40 كده اصلا 40 كده ممكن ما يدخلش اصلا يعني احليمه يعني لو دخل اقل 40 احنا دخلنا 40 ودخلت بعدها على الحاجات التانية عالية يعني مجرب كده مثلا تدخل 60 و 80 اه 60 و 80 عشان بس الماث عشان جاب في الماث 40 و احنا اصلا في الماث كده كده عندنا ايه؟ اكبر منه و ايه 60 و 80 يعلمنا ان احنا نتذكر كل المواد ونهتمل بمده ونصير بمده بالظبط فده كده كان الابروتش طيب حابة تعملي الابروتش تانية؟ انا عايز اعمل اقام عشان انا حاسة ان هو ايه؟ مط مني قوي اه تمام فان كش كش هفا عمني احنا مثلا هنشيف كده الاف دي ابيض ضيب ناجح انقام و الاف دي سنتبه لباكات بتاعتهم يعني انيشان مضام برضي هنعمل هنا اند اند و انا اند اند و هنا اند اند وهي كده كده بالقور بتاعتها بكل حاجة هتبقى مزوضي تعرض نضيد كده شوية وهنمسح بقى كل دول نخلي بس واحدة هي كده فقريبا مزبوطة ممكن كمان نشيل ده احنا مش محتاجين ده بحاجة دلوقتي لانه مصطر واحد احنا عملنا كده هتبقى مزبوطة هتبقى عملنا كده هتبقى مزبوطة هتبقى مزبوطة هتبقى مزبوطة هتبقى مزبوطة هتبقى مزبوطة هتبقى مزبوطة احنا نفوط نحط براكت كبير انا نسيت حط براكت كبير حلين كلهم واحد بيفتح هناك طيب حلو مشكلة ظهرت ايه وحلها بسيط ممكن ندخل ارقام اللي بتنجحه 75 اي حاجة 60 60 هتبقى مزبوطة ان شاء الله نشوف انجح نجح 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 نجحنا فؤاد لمرة التانية لما نعوز نساقط فؤاد مثلا فنجرب سيناريو ان فؤاد هيبقى مش ابروفد من الجامعة طيب ايه سيناريو اللي احنا نجربينه من شوية هندخله مثلا المف ممكن نقول المف هندخله ايه ممكن ندخله 60 و نجرب بقى ندخل العشرين في الكامستري في الفيزيكس و ممكن نسيب درجة مصنع بس ندخله 49 و حيث انه عارف انت الناس تخشك في العاف درجة فبس نفس حل السؤال ممكن نجرب حاجات عشان انا عندي وسويس من موضوع ده ان احنا ندخل حاجات يكون بالزبط يلا بنا احنا ندخل اول واحدة 64 بعدين 55 65 بعدين 50 عشان التوتل عشان التوتل اه و كده كده اصلا طالما فيه equal فكده كده هتاخد الرقم يعني لو 65 بالزبط فخلاص بس عشان هم التوتل بتاعهم على بعض ما جابش الارقام اللي احنا كنا عايزان ما جابش 100 190 لانه كده التوتل مع اه ما جابش 190 اكتهد اه بلس حاجة يعني السؤال ده اتحل بطريقة بصوص غير خالص بس الطريقة العادية اللي ممكن حد لسه بادئ مثلا في انه هو يحل بيه زي طريقة اللي حلنا بيه من شوان بعد كده هتبدأ ان انت عندك انت في انت خلاص يعنيه ممكن تحط كل الكندشن في لين واحدة فتبقى كل الكندشن بتاعتك بتاخد وقت اقل او ما يبقاش الكود بتاعك فيه كمبلكستي عالي او او كده كلما الكود كان اقصر كلما بقيت انت اشتر وقدام في The Structural Algorithms ستتعلمه ان الكمبليكسي دي مهمة جدا او ان الكود بتاعك يبقى Clear او Accured على التاسك اللي انت بتعمله ان كانت ايه التاسك Clear او Accured يعني البروجرام بتاعك مثلا احنا عملنا ايف كتير قوي كنا ممكن نعمل مثلا في بروجرام تاني For Loops كتير جدا ال For Loops دي بتخلي بروجرام بتاعك ممكن يكون ابطأ او مش بيأوبريت او مش بيشتغل بالطريقة الكويسة خلينا نتكلم كلام كده بسيط لان مش عايزين ندخل لن Detail بس قدام في The Structural Algorithms هتعرفه ازاي ان انت تكتبكون افشيط بس انا عايز اقول حاجة هو موضوع ان انت اصلا تتعلم الكود الكمبليكس هو مهم يعني مثلا خلينا نقول ان الناس لو ما كدش عارفة طريق رأس راجع الصالح ما كنوش عاملوا قناة السويس فانت لازم تكون عارف الكمبليكس الاول بعدين تشوف بقى اللي اختصر تبتعرف الصعب و بعد كده تختصر عشان لما بتيجي تعمل حاجة قدام صعبة تعملها بطريقة اكريت او طريقة كويسة شكرا شكرا عجبتني رأس رجال الصالح دي فانت السويس عجبتني جدا منع منهم دعاية بلا يا شيخ نعم 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 نعم